يبقى بالطريقة دي أنا بتكلمه بشكل صحيح يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى نحاول بقدر الإمكان وفي رجالة بتعمل حركة صعبة شوية هم عندهم في دعمهم مثلا للزوجة إذا فقدت حد عزيز لها بيعملوا حركة هي مش صحيحة للأسف وهم ساعتها بيبقوا فاكرين إن هم كده بيعالجوا المشاعر السلبية اللي عند زوجته إنه يحسسها إن رفض الشعور ده بيعالج الشعور أبدا والله يعني أنت لو رفضت الحزن أو هي رفضت الحزن هي مش بتتعالج من الحزن لكن رفض الشعور لازم يفهم إنه بيدعم الشعور وبيخلي الإنسان يتدايق ولزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسول لإنه في كان واحد مؤمن بس عامل معصية وأحس إنه فقد إيمان فحضرت النبي بيقول له ما تعاونش الشيطان عليه فتحسسه إن شعوره ده لما ترفض شعوره ده وانه هو حزين وانه هو بيحب الله ورسوله لما ترفض الشعور ده وحس فعلا إنه هو فقد الإيمان وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد سيدنا إبراهيم إيه اللي حصل بكى فقالوا له أتبكي يا رسول الله فيقول لهم يا حضرت النبي فيقول لهم إنما هي رحمة فعلمنا إن المشاعر في وقت الفقد أو في وقت الأسى اللي بيدعم حد لازم يأكد على مشاعره إنه هو مصدقه في مشاعره وإنه له يحق في مشاعره دي بنشوف ناس بتعمل حاجاته خاصة من أرباب التدين الكمي وأرباب ييجوا للناس هم حزانة وبيبكوا بيبكوا بس يقولوا حرام عليك ما تبكيش ويفهموا الحديث خلط إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعذبه بكاء أهلي لكن الرواية الصحيحة إن الرجل ليعذب وأهله يبكون فإذن هو ما كانتش بيعذب بهذا البكاء ده كان حال أهله إن هم بيفكون وكانوا أولى إن هم يدعوه لخفف عنه العذاب ومن هنا سمحوا لي أقول للرجالة بلاش تشتغل معلم في لحظة الفقد بلاش دي لأن أنت لو اشتغلت معلم في لحظة الفقد أنت بتزيد الوجع وبتزيد الجرح وبيبقى الجرح بينتقل من جرح ممكن يتداوى إلى جرح غائر ويبقى الجرح خاص بك أنت يبقى أنت اللي جرحته مش إن هو فقد وإن داوقتها يتداوى مع الأيام والليالي يحس إن أنت اللي جرحته لو زوجتك فقدت والدها فدورك دلوقتي هي منتظرة إيه؟ منتظرة حاجة مهمة قوي إن الحنين وإن الحنية اللي كانت عند والدها هي منتظرة إن أنت تقوم بدا فهي منتظرة منك دلوقتي إن أنت تحتويها بما لا يجعلها تشعر بكم الأسل كبير اللي هي بتشعر به عشان هي فقدت والدها يبقى هي الآن هترفع سقف التوقعات وهي منتظرة منك ده وعشان كده ليس من مهارة في دعم شريك الحياة إن أنت ترفض أساء ولكن إن أنت تحتويه وتحسسه بالحنية هو محتاج حنية مش محتاج إن أنت تعلمه الحكمة طب إيه ده يعني مش عن علم الناس الحكمة يعني مش عن خلي الناس فهمين بلاش دا دلوقتي هيحصل قريب هيحصل قريب هو بيسألك أعمل إيه عشان أخرج من الشعور ده وفيه حاجة كمان بالنسبة لرجالة وهو شعورهم سعدي بيبقى عندهم قلق بيبقى عندهم شعور إن لو رجعنا للحياة الطبيعية بسرعة ومن ضمن الحياة الطبيعية بقى عشان تزيد المسألة إن إحنا لو رجعنا للحياة الطبيعية بسرعة ورجعنا للحياة الخاصة وللعلاقة الخاصة بسرعة هو ده اللي يقلل للأسة ويخلي الشعور بالأسى ده يذهب ويرجع إلى حياتنا الطبيعية وفاكر إن كده بيقلل الأسى لا اللي بيقلل الأسى في الحقيقة هو تغيير مفاهمه عند الشخص اللي عنده الأسى وإنه يشوف سلوكيات كبدائل ممكن تعوضه وتخليه يفتح مجالات جديدة للتفاقل وإن الحياة مازالت مستمرة وبتتسع وساعتها يخرج من الأسى على فكرة أي محاولة لإخراج إنسان من الأسى رغما عنه بتقابل بالرفض وبتقابل بإن الإنسان ده يتولد عنه نوع من أنواع الحنق والكراهية في بعض الأحيين للشخص اللي حاوله يخرجوا من الأسى ده وتبالإكراه وبتخلي الفقد يقول وبتخلي الفقد يقول للإنسان هو أنت مش شايفني هو أنت مش شايف الوجع اللي أنا فيه هو أنت مش حاسس بوجعي والحالات دي بيخرج منها أساليب للدفاع ممكن تفضل طول الحياة من بعد كده تيجي الست تقول أصل هو ماوقفش جنبي لما والدي توفي وهو يقول أصل هي ما وستنيش لما أمي انتقلت ويفضل الناس في الوجع ده وفي المواساة دي أرجوكم ما تتحولوش إلى معلمين لما تيجوا تدعموا شركاء حياتكم هيجي وقت وعن نتكلم فيه على أن مصدر الأسى ده مصدر ممكن ما يكونش صحيح ممكن نتكلم كمان على أن الأسى ده ما ينفعش يستمر لأن الحياة فيها حاجات كتيرة من عند الله سبحانه وتعالى يبقى ونفهمهم أن مش الوفاء بيكون بالأسى لكن الوفاء بأن أنت تبعث الهدايا مفتوح باب بينك وبينه اللي أنت فقدته وعشان كده هقول لكم شوية إجراءات بسيطة ممكن نبتدي ندرب نفسنا عليها عشان نقدر ندعم شريك حياتنا لما يحصل عنده فقد أول حاجة اسأل شريك حياتك بعد ما هيها ده اسأل شريك حياتك يحب تعمله إيه عشان تخفف من عنه السؤال ده على فكرة على قد ما بعض الناس بيقولوا أن سؤال مش في موضوعه أنت أغمره بالحنية بس السؤال ده هيكون سؤال في محله بعض الناس يقولوا يعني معقولة أجأ سأله أنت محتاج أعمل إيه عشان أخفف من عليك هل ده سؤال مناسب؟ آه مناسب في الوقت ده مناسب ليه؟ لأن أنت في أوقات كتيرة أنت ممكن تعمل أشياء في غاية الخطورة عليك ولازم إيه اللي حاصل؟ تسأل الشخص ده أنت محتاجني في إيه عشان أقدر أعمله لك يبقى أنت أول حاجة اغمره بالحنية لكن لو عايز تعمل أي إجراء اسأل الشخص اللي فاقد حد من أعزائه إيه اللي أنت ممكن تعمله بجانب الأشياء العامة وبجانب الأشياء المخففة وبجانب الحنية اسأله هو محتاج إيه؟ لو سألته هيكون السؤال ده من الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي أخيرا كثيرا الأمر الثاني حاول تفكره بالذكرات الحسن وقوله أن ده ممكن يعمله محيط حواليه من الحاجات الحسنة اللي ممكن يحس بيها أنه يبس التفاقل في حياته كلمه عن الأشياء اللي خلته سعيد سواء حتى مع الشخص اللي فقده لأن على فكرة في بعض الناس يحاولوا يقولوا إحنا مش عايزين نفتكره لا افتكار الأشياء الحسنة وتخلي الإنسان يفرح بيها وتبسم أوقات كتيرة بتعالج الأسة الأسة بيعالج بالذكريات الحسنة الحاجة التالتة اللي انت ممكن تعملها أن الشخص اللي عنده أسة لازم أقوله دايما أنه بكرة يكون أحسن وأنه هو شخصيا هيكون أحسن وأنه هو يقدر يتجاوز الأسة بتاعه وأنه هو عنده حاجات كتيرة ممكن يقدر يعملها والحاجات الكتيرة اللي هيقدر يعملها دي هتعود بالنفع عليه وعلى من فقده وهو لازم يقوم ويتنبه أنه هو قادر يعمل ده وساعتها بنفتح له منافس جديدة للحياة والحياة لما بتجري والحياة لما بتتغير الأسة بيتحول إلى حماس والأسة بيتحول إلى شغف لدى الإنسان أنه هو يستسمر حياته عشان يعود بيها بالنفع عليه وعلى من فقده يا سادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلمنا عن قطاع عمل الإنسان ومنه ولد صالح يدعو له بيعلمنا طريقة جيدة جدا نساعد فيها كل الناس اللي حصل لهم فقده خاصة لو كان شريك حياتي إزاي أقدر أدعمه عشان يقدر يتجاوز الأسة ده وما ننساش حاجة مهمة أوي أوي وإحنا بندعم شريك الحياة إن احنا ما نغيبش عنه الغياب عنه بيحسسه بالوحشة وكل ما شريك الحياة في الأوقات الصعبة لأوقات الفقد دي ممكن يطلبنا ما يلاقيناش بيحس بفقد أكتر بيحس بفقد حد غاب عنه وبيحس بفقد حد قريب منه وعايش معاه خليكم قريبين عشان تقدروا تكونوا داعمين لشركاء حياتكم لو حصل لأقدر الله فقد وإحنا قلنا إن الفقد بس مش بيكون بوفاة حد الفقد كمان ممكن يكون لفقد عمل لفقد حد لفقد صديق لتغير أحوال حواليه كل ما قدرنا نكون داعمين لشركاء حياتنا لما يحسوا بالفقد هحسوا بقدي إيه إحنا قيمة إضافية في حياته يا رب اجعلنا على الدوام سبب من أسباب الفرج وجبر الخواطر والرحمة لشركاء حياتنا واجعلنا دايما في رضاك وفي حماك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من أهل الرحمة ومن أهل الدعم ومن أهل جبر الخواطري يا رب العالمين واجعل هذا في خير حاله مع شركاء حياتنا وأكرمنا بذلك بسعة وبركة تملأ بيوتنا وتملأ حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر